جامعة الاجدادية مشروع تنموي حيوي طال انتظاره هو نظرة نحو مستقبل التعليم في الكويت الا ان انجازه مرهون بتذليل العقبات التي تحول دون الانتهاء في تنفيذه بالسرعة اللازمة اللجنة التعليمية في مجلس الامة تتابع بترقب هذا المشروع الوطني المهم لتعرف على اخر ما تم تحقيقه من انجازات وتقديم الدعم اللازم لاستكماله مشروع تنموي وستراتيجي فصار فيه متابعة شهرية من الامان العامل للتخطيط وجهاز متابعة الاداء الحكومي حتى مجلس الامة عندنا نكتب تقارير كل ستة شهر للجنة تعليمية في مجلس الامة تعطي تصور للمشروع وين واصل وكل مكون من المشروع وين واصل وهل في مشاكل وين هذه المشاكل وهذه اللي تحاول تساعد فيها طبعا حتى المجلس الامة لهم دور كبير في المشروع لان ممثلين للشعب وهذا المشروع يهم كل شريحة المجتمع يعني شراح المجتمع فأهمة بعد لهم دور في تذليل والعقبات والمساعدة المشروع مدينة صباح السالم الجامعية حلم على اعتاب الانجاز ومشروع تعليمي استراتيجي وصرح اكاديمي يعتبر طفرة في مجال التعليم بالكويت تبقى اصوات نواب الامة ترتفع لاستعجال انجازه لكن يبقى السؤال متى يتم الانتهاء منها اشتركوا في القناة